السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطالبات المرحلة الثانية والعامة مرحبا بكم طلاب الصف الثاني الثاني وعلى أن أستاذ عزة إشارة تفصية قاعدة اللغة الإنجازية إن شاء الله سوف نستخدم معك تحل مجموعة من تدفل المرحلة عام 2020 وكتاب المعاصمة عام 2022 ومستمرين مع الرحلة 12 تحديد النهاردة نشتغل مع المنتيست الأولاني اللي جاي بالمتلزمات اللغزية الصفحة ظهرة لدينا مش محتاجين نقولها بقولها في جملة أقولها فيها سمعين بقولك إيه الواحد بيكون سعيد لما يبقى كمت اهداف ميت المعنى الحرفي لها يقابل ست المعنى الحرفي لها يضع يضع بمعنى يحدد أهداف يعني مين اللي له علاقة بالأهداف الأهداف ينفع أقول معها ميت زير أبجيكتف زيبا كده هو حققها وينفع أقول زير أبجيكتف زير أبجيكتفز بمعنى برضو أنجازها أو حققها تمام؟ يبقى كده هنأخذ الإجاب يقول لك إن إيه و سي لإنين ينفعه إيجابة سيحفجون الرقبة إتنين بيقول لك أنا كانت بعض البالحة كمت ويبقى خمستاشر ساعة صيام يعمل لها إيه؟ معنى الحرف يعطي بريك بمعنى يكسر ست بمعنى زي ما قلنا يحدد هدف وكلام من ده وعندي هاف بمعنى يحصل على هنا هو اللي حصل لما كان الخمستاشر بلحة اللي حصل هو بريك بمعنى كسر السيام كسر السيام بمعنى فطر ثلاثة الناس الخيولة يجد من الصعبين لكم من الملك معنى على الملأ أو قدام النازم يقولوا ريتش يصل إن يكتسب ولا هاف بمعنى يمتلك وعندي سبيك بمعنى يتكلم حضو الفريق الناجح ناله بقى حلول عملية يعني يمكن تطبيقها زي ما بقولوا المشكلات اللي بيواجهها الفريق تبقى يخلق ولا للتين يعني ينفعوا وينفعوا 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 لتينفعوا خبرات أخذ الإجابة لأن الجميعين يتكلموا وينفعوا وكريات ما بكثبت كم سببت لك سيكتسب للناس انك حملها لأنفسهم أهداف يحددوها طب بيتك ولا بريك ولا ست ولا هاف ست بمعنى يحددوا أهداف لأنفسهم. إنه نجاح حقيقي يا عمي. إن انت كذب الهدف بتاعك. عند حاجة اسمها بمعنى يحقق هدف. سبعة. هي فكرت مليا. فكرت كويس خالز نقوله. قبل ان هي بقى بمعنى تسكية رائع. طيب قبل يا عمي. توق المعنى الحرفي يأخذ. معنى الحرفي يجربه. فلت المعنى الحرفي شعره. ويميد المعنى الحرفي صنعه. لكن ان هو ايه؟ ميك ريكمنديشن من معنى يزكي شيء. او يقول توسيئة زي ما بقول. إجابتنا فيكم الرقم سبعة. طبعا يبتقول لك مستر ايمن مالوبا وبفراغ اجود بريزنتيشن يستردي. بريزنتيشن هو العرض التقديمي والعرض التوضيحي يقول لك انه هذا العرض كان جايد. طالب الناجح هو الطالب الناجح هو الطالب اللي عنده اهداف. اهداف محددة يسعى لتحقق. عشرة. وانه عندما ينتكمل عن مشكلة اماشي ايه عم. لازم تكون هادي. واتفكر بحرص شديد. طيب نقول اوفر ابروبلم بمعنى يعرض مشكلة. بمعنى يعني يكتسب وميك بمعنى يصنع. بمعنى ان الواحد لما يمر بمشكلة لازم يكون هادي وفكر كويس قبل ما يفكر لها في حال كويس. طيب نتحرك مع المنتيست الثاني. وده موجود مع صفحة 280. وعنوانه مثلا نمز المترادفات والمتضدات. الجملة اولا فيه. الكداب ده ايه نقول عليه شخص ايه. trustful بمعنى جديد بالثقة. untrustful عكسها. particular بمعنى محدد. الشخص الكداب يقول عليه untrustful. اثنين. سيدة ساموان احنا بنقول انه شخص ما كذا. وانه or she gives up his job. لما بيتقاعد عن وظيفته. او بيتخلى عنها بيسبها يعني. null tears up بمعنى يقطح حاجة. ولا tricks يخدع. ولا designs يصمم. ولا resigns يستقيل. اجابتنا فيه اثنين. resigns. ثلاثة هي تريد مين خدعا كامل عام. this sentence is the word trade. الكلمة خدع دي. كان بربلس دي بديلها. fold برضو هي هي بمعنى خدع. fueled بمعنى يعني استخدم. وقود بمعنى ملأ بالبنزين بالسولار بالحاجات دي. اللي احنا بقولها عليها باللاجئة المصرية فول. لما تروح انت كده ببنزين تقول له ايه. اه عاز يعمل ايه بها. عاز يفولة عربية كاملة. اللي بقوله عليها fold time كده يعني. طيب ولا failed ماشي بمعنى ملأة. ولا failed بمعنى فشلة. طيب الانسان اللي بيخدع انسان او بيعمل عليه حيلة. علشان يعمل حاجة معينة. ده بنوع عليه fold him. اللي هي tricked him. او هيقول له you tricked me. كان يقول له you fooled me. انت اخدعتني. او ايضا بقوله you tricked عليها. طيب بقولنا رقم اربعة. هي اللي هتبع عنوان صفحتنا بقوله فيها. we be specific in the instructions you give to your stuff. خليك محدد جدا في التعليمات انت تديها لهية العمل بتاعتك. طيب. in this sentence the adjective specific. اه كلمة specific محدد هنا. ايه مضبطها عكسي. عكسها non specific غير محدد. ولا اكيلو الدقيق ولا ايزاكت معاناها بالضبط. طبعا specific عكسها non specific. اجابتنا في جملة رقم اربعة. خمسة بيقولك فيها. the medicine has had a measurable effect. الدواء كان له تأسير measurable. كلمة measurable بمعنى ملحوظ. يمكن قياسه. noticeable يعني. تمام كده. ملحوظ. خلاص. طيب. المهم. المهم. I am much better now. وانا الحمد للغاية حسان. طيب. the adjective measurable. الصفة. measurable. معنى يمكن قياسه. in this sentence gives the same meaning as. بالنفس معنى به. ما يمكن قياسه. لا يمكن قياسه. ولا noticeable. ملحوظ. ونحن خلاص انها جابة. ولا quantifiable. quantifiable معنى قابل القياس. طالما ان الدواء ده تأسير measurable. يبقى بالنسبة لده. noticeable. not noticeable. بمعنى. والحوظ. او ايه. او ايه. او ايه. باين. الواضح يعني. 6. he finds trading in spare parts profitable. هو. ولاقي. ان موضوع الاتجار. في. spare parts. spare parts. يبقى لها خطع غير. profitable معنىها مربح. يعني بيجي فلوس. جنيل. which is the following adjectives. is or is or an antonym. عايز المضاد لprofitable. profitable معنىها في منفعة. ناكسة هي. unprofitable. فيش في منفعة. profitless. برضو مفيش في منفعة. يعني مش بيجيب بعيد. ولا beneficial. تقلي بالك الاجابة سيبت. تقولك ان ايو بينفع. unprofitable تنفع. وprofitless تنفع. اجابة للجملة. رقم 6. نتحرك مع الميلي تستبتالت. وده موجودة. موجود على صفحة 282. بهاي pixel camera and the powerful processor. الكاميرا ذات الجودة او الجودة العالية. والمعالج بتاع الجهاز ده. القوي جدا. are the unique points of this tablet. points بمعنى نقاط زي بقولون. طيب لي ايه لهذا التابلت. طيب. sales points. ولا sold. ولا selling. ولا to sell. عندك حاجة اسمها يا شباب. عندي حاجة اسمها unique selling points. اللي معنى الحركة ليها. عامل الجذب في السلعة. هو شايف ان التابلت اللي قدامه ده. الحاجة اللي فيه ممكن تشد الناس ايه. الكاميرا بتاعته. البيكسل بتاعها عالي. البروزيزر بتاعه. power phone. كمان اني موجود فيه تاني. اه هما دول الصفتين. هو شايف ان هما. هيخلوا البيكسل. هيخلوا البيكسل. ده له اه جاذب عندي المشترك. النهي بتقول لك. لا يساكل الناس يمكنها ان تطيق تحمل كذا. زي مدارس الدورية. sending بمعنى ارسال ودغض الشكل. sending المصدر. وتقول المصدر. هنقول. not all people can afford to المصدر. اجابة واحدة صحيحة. ثلاثة اقول لك فيها هي. هو سفر الولادة التاحة الملكية في 2017. i haven't seen him. كذا. هي عم اللي تنفع معها. ever since. معناها منذ ذلك الحين يعني. ولا never. ولا ago. ولا before. الوحيدة فيهم اللي تنفعها في الصياغة هي. ever since. معناها منذ ذلك الحين. فعش اقول never since. وما انفعش اجيب ago since. واربع. هما الاثنين ظهر في زمان. وما انفعش اقول before since. اه برضو ما انفعوش مع بعض. نتحرك معك من رقم. اربعة. واللي بيقول لك فيها. most american citizens. معظم المواطنين الامريكان. ما لهم عم بvoted. بمعنى صوته. يعني ادلة بصوته في الانتخابات. جو بايدن. في العام عشرين وعشرين. الانتخابات اللي كان فيها. اللي كان فيها جو بايدن. بمعنى صوته لصالح. يعني ادوا صوتهم لفلان زي ما يقول. طيب. نروح لي الجملة رقم خمسة. واللي بيقول لك فيها. بنت الصغيرة عندها شغف لإيه بقى? اه انا قلت لإيه حرف الجارة. عندها عاطفة وعندها شغف لما قلني إيه? للرسم. ستة. واحد من احلامي. ان انا جيف ايه بقى سموكين. اقلع عن التدخين. طب نقول لها. بمعنى يقلع عن التدخين. سبعة. it is not right to punish children. ليس من الصوب. ان انت تعاقب الاطفال. public. public معنى ايه العام قدام الناس يعني. وبحرف الجارة المهم. two. about a to in. in public. بمعنى على الملأ او قدام الناس. تمانية. the dishonest seller tricked me. البيع اللي مش امين. الغير امين. خداعاني وعملي با. paying more money for the short. انو دفع فلوس زيادة للأميس. than it really deserved اكتر ما استحق. طيب. tricked me حرف جاري با. into. onto. in. for. tricked me into paying. خداعاني. لان انا هدفع كزا. نحرك الشر شوية. عشان تبقى جميلة قد ساعة هي اللي ظاهرة فيها. six joints can school after prep 3. الطلبة بالتحق وبالسنوة العامة. بعد التعداد. كمل ايه ذا. between 15 and 16. عايز اقولك اللي سنهم كزا. aging. ولا aged. ولا at age. ولا in age. ويجيب وراها العمر في شكل ارقاف. في عشو لك فيها. a flexible person is good at fitting. الشخص المرن. بيبقى جاي يتفتن. كلمة fitting. بمعنى. بمعنى التواقم معه. او التوافق معه. يعني تقولك يعني. بيقدر يتعامل يعني. زي ما نقولو احنا باللهجة البسيطة كده. طيب. different situations. بعض مختلفة. طيب. حرف الجارة هنا اللي ينفع معايا. بالنسبة لي. موضوع fitting. up. buy. off. fitting in. اجابة وحلق صحيحة. كده عن derivatives المشتقات. واول جملة في بولة فيها. he gave us. هو اعطانا كم لعم information. بمعنى معلومة. about his new plan. عن خطته جديدة. طيب. ادهم اين وصفة المعلومة. profit. بمعنى فايدة او منفع. profits الجامعة بتاعها. فوائد او منافع. تنفع بمعنى مكاسب طبعا. ولا specific محدد. or specific. specific information. بمعنى معلومة محددة. طيب. لما يقول. give us the specifics of his new plan. ادهم التفاصيل كلها. مش مجرد معلومة واحدة. I am sure he will find it easy to. انا متأكد ان هو هيجد. انه مسهل ان يكمل عمل. this objective. objective بمعنى هدف. طيب. achieve unges. achieve قبل الانجاز. achievement انجاز وachiever المنجز. هنا هو. I am sure he will find it easy to achieve. انه هيكون من السهل ان هو ينجز هذا الهدف. اربابه اللي فيها. I am sure he will find this objective easily. وهكمل. المهم نترجم به. انا متأكد ان هو هيجد ان هو هيجد ان هو هيجد هذا الهدف. easy to achieve. من السهل ايه. achieve. ينجز او يحقق. achieveable. بمعنى يمكن انجازه او قابل انجاز او قابل التحقق. او achievement انجاز. او achievement انجاز. ايه المنجز. easily achievable. بمعنى سهل جدا تحقيقه. نحرك الشاشة عشان تبقى قبل الانجاز. هي عنوانها. واللي بيقول لك فيها. I am sure he will find that. انا متأكد ان هو هيجد ايه. كم من يعلم. of this objective easy. لهذا الهدف سهل. ايه. achieve. ينجز. achievable. قابل الانجاز. achievement انجاز. و achiever المنجز. هنقول achievement. the achievement of. بمعنى انجاز او تحقيق هذا الهدف. في ستة بقول لك فيها. ايه. creative ايه. creative معنى مبدأ. خلاق. who is always dreaming about new projects. ودائما بيحلم بالمشروعات الجديدة. دمع ليه. relevance هي الملائمة. relevant ملائم. entrepreneur. entrepreneur ده الشخص اللي بيبقى رائد في مجال من الاعمال. بيجيب افكار جديدة. وبحب يطبقها. وما يعني ايه. ازا ما يقوله. ازا ما يقوله. مغامر يعني. طيب. entrepreneur. دي اللي هي الشخص. او بمعنى صح. الشيء هنا اللي بقى هيبقى ريادي. عشان كده عليه. entrepreneur. شيء ريادي. طيب. المهم. انا كده عايزي. عايز الشخص. اللي هي entrepreneur. دي اللي انا اخدها هيجابة. فجمنا رقم ستة. سبع بطول. بمعنى فيها ابداع. وده يقضي شكل الظرف من creative. ويكمل بفراغ. ideas that make him. اللي بتجعل منه. افكار اللي يعني بتجعل منه. always dream about new projects. زي ما بيحرم بمشروعات جديدة. طيب تبقى ملائمة. ملاهم. entrepreneur. نقولنا عليه الرائد في مجال عمله. ولا entrepreneurial. اه هي دي بقى. اللي هو نوع من الريادة زي ما يقوله. يقولك انه الرياد هي الابداعية. او الافكار المبدعة الريادية اللي عنده. هي اللي دايما بتخليه يسعى. الى مشروعات جديدة. في جملة تمانية. سيليك فيس ماسكس. ان البيع بتاع الفيس ماسكس. اللي هي. اقناعة الواجر. اللي has been. كان ايه بقى. during COVID-19 pandemic. خلال الجياحة بتاعة. اه بسم دي كورونا. يا ترى. profit معنى فايدة. profitable بمعنى مربح. كان فيه فلوس من وراها يعني. specific محدد. و specific معنى. اللي هي التفاصيل بتاعت الشيء. طيب. has been profitable. كان مربح بمعنى. جاءت من وراها فايدة للناس. طيب. نحرك الشاشة مع الجملة اللي بعدها. اللي هي جملة رقم تسع ونخليها حين هنا الشاشة. ولا فيها. مايفيش ايه. لاطفال الصغارين. في ارتداءهم للكمام. طيب. مافيش فايدة. ولا specific. ولا specific. there is no profit. معنى مافيش فايدة. مافيش ممفاعل. نحن. في ارتداء عشرة بقولك. what she said is not clear. اللي هي اقلتوا ماكانش ايه بوضوح. to the topic in hand. topic in hand، اللي هو الموضوع اللي هما بيتكلموا فيها أو ايه. الفايدة من إيدهم. relevance. relevance بمعنى ملائم. relevant بمعنى ملائم. وبعدك بعدكده. entrepreneur و entrepreneurial المهم ان اللي هي بتقوله. isn't clearly relevant. غير ملائم. ما كانش ليه اي دلالة واضحة للموضوع اللي هم بنقش فيه نتحرك مع صفحة 384 ودي عليها الجملة رقم 12 لسه شغلين على المنتيست الرابع بولك فيها what is a kazaliquot الموية مواصفة طائبة انها سائل يترى measures بمعنى يقيس مجرمينت قياس مجربل بمعنى يمكن قياسه وعندي مجرينج قرد شكل الجانب المهم ايه water is a measurable liquid بمعنى سائل يمكن قياسه طيب water is in leverage اه عزو لك ان الماء بيقاس او بيقدر يبا water is measured in بيتم تقديره او قياسه بالليترات when you buy it روزة مشري لما تشريه بانت معه the cause of your waist ويست اللي هو الوست is important يبا انت كده عايز ايبه measures بمعنى مقاييس measurement بمعنى قياس measurable بمعنى قابل للقياس واخيرا measured بمعنى قاسة the measurement measurement هنا بمعنى قياس ايجابة وحي صحيحة في من رقم 14 احفق الشاشة عشان نروح من التست الخامس والاخير وده موجود عندك في صفحة 2085 اهو اللي اه خلاص قدامنا ظهره اول جملة فيه وليك فيها there are some minute charity هناك العديد من charity معناها خيري مؤسسة خيرية انهور ايجابة ايه بقى organization charity organization ولا charity organization ولا organization ما ايه معناها منظمة وorganization وorganization organization الشخص المطيع الطيع اللي تقول له يمين يمين شمال شمال ما بيجيبش حاجة من دوقتي خاف يخاف يتكلم من دماغه خاص طول وقته مستني انت تقول له اعمل عشان هو هي يتصرف ويهي entrepreneur عنده احنا قلنا عليه الشخص اللي هو ورايت في مجال عمل المهم كده هناخد اجابة اللي هي الجمع طب ليه يا عمي واخد بقى يكمل so many so many معناها عديد جدا تدل على انه بيكلم عن اكتر من مؤسسة خيرية ولا كنا خدنا organization منظمة واحدة لا بقول لك ايه so many يبهينا بقى انت محتاج organization اجابة واحدة صحيحة في جملة رقم واحد في المنتيست الخمس اتنين بيقول لك فيها don't expect such an ما تتوقعش مثل كذا كملي عمي to change انه غير the routine he only does what he is asked to do قال لك ده ميش فاعدة منه اللي انت تقول له على اعمله اعمله وتوشي مش يتكلم ما يبدأ بيسموه شباب اسمه organization man organization man معناها رجل مطيع طيع يعني تقول له يمين يمين شمال شمال ده الموظف ايه الموظف اللي هو بتاع المواصفات الطبيعية او الموظف التقديدي طيب الحفلة محتاجة المزيد من ايه organization تنظيم ولا organization جامعها ولا organization man الراجل اللي احنا هنا عليه طيع ولا entrepreneur لا الحفلة needs too much organization اربع you need to enter a password to gain انت محتاج انك انت تدخل ال password علشان كملي to the files on this computer طيب gain loss خسارة business عمل accessories to gain access to عشان ما عندك قدرة وامكانية الدخول على كذا او استعمال my cousin started business selling mobile ابن عمي بدأ اه شغلي او البزنس بتاعه في بيع الموبايلات ايه loss خسارة business عمل اكسسوريز ولا اكسس موبايل اكسسوريز اللي هي اللي هي الكماليات بتاعه الموبايل وبكده شباعدكم انتهى الميني تسس الخمسة اللي كانوا جاينا حدو كابران موحي الاثناشر لكن تدريباتنا معك لم تنتهي بعد انشان انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغة اللي زي بس فس عزت السلام عليكم وحلال ركاتو